لا يزال استقبال والمدعو إبراهيم غالي سرا في إسبانيا منتحلا هوية جزائرية مزورة لا يزال يثير ضجة في أوساط نواب البرلمان الأوروبي فبعد ردة فعل أعضاء البرلمان الأوروبي عن المجموعة الاشتراكية وحزب الشعب الأوروبي ندد النائب الأوروبي عن مجموعة الخضر مونير ساتوري بما اسمها الفضيحة وأشار في مقال نشره أمس لأن تواطئ دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مع النظام الجزائري الذي منح المتلم بالإبادة الجمعية إبراهيم غالي منحه جوازا دبلوماسيا مزيفا بهوية مزورة بهدف الهروب من العدالة الإسبانية يشكل انتهاكا صارخا لسيادة القانون الإسباني ولقيم الاتحاد الأوروبي